مبعوثة الامين العام للامم المتحدة الى العراق السيدة جينين بلاسخارت في عين العاصفة من جديد فاذا كانت السياسية الهولندية اثارت غضب المسؤولين الحكوميين حين اختارت قبل ايام الذهاب الى ساحة التحرير واللقاء المباشر مع المتظاهرين وانتقدوا بشكل مباشر تلك الخطوة معتبرين ايها نوعا من التدخل في الشؤون العراقية فانها وجدت نفسها في مدار غضب المتظاهرين قبل يومين حين اكدت على ضرورة الحرص على البنى التحتية من قبل المتظاهرين وعدم الاضرار بها حينها قالت السيدة بلاسخارت ان التهديدات او اغلاق الطرق الى المنشآت النفطية يسبب خسائر بالمليارات معتبرة ان ذلك يضر باقتصاد العراق ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين ومع ان تلك الاشارة تبدو منطلق حرصا من قبل المسؤولة الاممية الا ان هناك من اعتبرها وقوفا من السيدة بلاسخارت الى جانب الحكومة وعلى الرغم من كون العرف الدبلوماسي نشدد على ان الهيئات الدولية تتعامل مع الحكومات وهو ما ينفي فعليا اية تهمة بالانحياز من قبل السيدة بلاسخارت الا انها لم تتوقف عند هذه الحصانة المهنية والقانونية بل اختارت مصارحة العراقيين جميعا حين ردت على الحملة الواسعة التي تعرضت لها مؤخرا السيدة هينيس بلاسخارت وفي تغريدة جديدة قالت ردا على اتهامات للحياز نقول ان الامم المتحدة هي شريك كل عراقي يحاول التغيير ولم تكتفي بهذا بل شددت بوحدتهم يستطيع العراقيون ان يحولوا بلدهم الى مكان افضل ونحن موجودون هنا لتوفير الدعم اللازم ما يؤكد ان المسؤولة الدولية تقف على مسافة واحدة من كل العراقيين وانها تلتزم الجانب المهني والقانوني في عملها هو كونها صارت في عين عاصفة الغضب والنقد من قبل طرفين مختلفين السلطات الحكومية مرة والمتظاهرون مرة اخرى